دي كانت استهلالية جامعة لمضمون حلقة النهاردة اللي فيها الثلاث عنوين مهمة خد بالك ينجم الشصوية ومع البلدية المكاسب هدية لكن غلطان انت يا اهلي كان لازم تنسحب كان لازم ان تنسحب لانه مع كل هذه التناقضات الغريبة العجيبة لكن هنيجي طبعا بالتفاصيل خلينا اول نبارك لرجال وبنات كرة الطائرة تتويج مستحق رائع جدا للبنات بكاس الصوبر وفي الليلة التالية على طول للولاد بكاس الصوبر والمباراتين على حساب الزمالك والمباراتين نهائي مسير جدا والمباراتين اعتقد اسعد الناس بيهم اتحاد الكرة الطائرة انه قدر فعلا انه يوصل لهذه الدرجة من الندية والتكافو والاثارة ونقل المباريات عبر الشاشات اعتقد اكسب اللعبة اهتماما شعبيا وجماهيريا كبيرا ويدة دوريا باشموندس على اهمية التركيز على هذه الالعاب شوف يا سيدس إبراهيم ما شفتش جمهور الاهلي مهتم ايه الكرة الطائرة وهي تحقق الارقام القياسية على مستوى العالم كما يعني تابعت المسلمين اللي فاتوا دول وكانه يريد ان يقول ولو مهما حاولته عرقلة الاهلي بيعرف يتدارك ويكمل ويوفع لحيله بسرعة ويتصدر الرائع في فوز النادي الاهلي انه نص فرقته في قلمع نجوم وقد تركوه يستطيع ان يعود وتشوف وجوه جديدة يعني بعض الناس ما يعرفوش التشكيلات اللي في معظم الاشواط اللي لعبت وجوه جديدة رائعة مبشرة قوية وكمان استطاع النادي الاهلي اخيرا ان يجد ضلته في المحترفين سواء في الرجال او في السيدات محترفة رائعة جدا كل ده انا بكلمك واهم اللعبة كانت في السنين فاتت دول القوة الضريبة النادي الاهلي اي الشامي ما زالت مصابة في فترة نقاه اي فيقول لك كمان بإذن الله لما ترجع الموضوع شوف وجوه جديدة وصغيرة في السن هتثري بإذن الله اللعبة اي فوز مستحق رائع جميل اسعدنا جميعا هذه الحماسة التي رأيناها نتيجة اخذ بالاسباب الاجهزة بتاعة السنة اللي فاتت سواء الكابتن الصافي او محمد مصالحي الناس عملت اعجاز وحققت منها الارقام القياسية لو في تصنيف للمدربين يتحطوا في في الصفوف الاول على مستوى العالم لكن دائما هناك بتيجي لحظة لابد منها التغيير مش للكفاءة بس لا لان التغيير الدم لما بيجي بيجي بدوافع وبيجي باسلوب جديد وتجربة جديدة في مناخ جديد وده اللي حصل البنات استعانوا بابراهيم فخر الدين الراجل يعني حدث ولا حرج صارم جدا جد جدا معني بالتفاصيل قوي التفاصيل الفنية والسكاوتينج يعني راجل جد في شغله وجري بيقدر يقدم لك وجود جديدة ويدفع بها في التوقيتات الحارجة وشوفنا نتيجة هذه السياسة وصلتنا نفوزه الرجال بقى انت روح تجاب راجل أجنبي برضو تغيير دوافع وجبته في لحظة وانت بتغير جلدك انت لما تشوف التشكيل يغيب عنك دولة ويغيب عنك أحمد السعيد ويعود إليك من فطرة النقاء وأحمد قض التلاتة كانوا أقوى تلاتة في مصر فتبص تلاقي نفسك بتجيب الناس بتسمع عصران وتسمع عذب كانوا موجودين من السنة اللي فاتت بس النطج اللي أظهروه والمستوى اللي أظهروه كان رائع جدا 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 موسيف عابد برضو وافي جديد من نادي الزمالك لا محمد عثمان سنتر بلوك حاجة أطول اللي عيب في مصر تقريبا عودة عبه وتقديمه لهذا المستوى الرائع محسن في المركز ثلاثة ثلاثة دول مع سعودي لا الفرقة فيها مدلاء وفيها ناس واستطاعوا بهؤلاء الوجوه الجديدة والخبرات بتاعت أحمد صلاح قدم واحدة من أعظم مواسمه هذه البطولة عبدالله عبدالسلام حسام يوسف أنا بشوف حسام يوسف ده حاجة البلي ميكر ده حاجة وماشى هيلة مختلفة تماما لا كانت مباراة تقول أن الأهل أخذ بالأسباب وحقق المراد نتيجة أخذه بالأسباب شفنا وجوه كمان تحت السن سواء في الولاد وفي البنات يعني أعتقد أن التفاصيل ده كلها حبيبنا وصديقنا هيسم سعيد يعني هيقدم هؤلاء النجوم لكن هي تجربة رائعة تكتمل بقى بكرة اليد بإذن الله اللي حققت برضه بطولة بدري وكرة السلح اللي حققت بطولة أو اتنين وبتكمل عشان نقول النادي الأهلي يعني بيأخذ بالأسباب مشتاب حاجة للصوت استحق رجال الكرة الطائرة والبنات أيضا تهنية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اللي أعرب عن تقديره الكامل لجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال وجهازه الفني خلال المباراة النهية لكاس السوبر مساء السلساء واللي انتهت بفوز الأهلي وحصوله على البطولة للموسم التاني على التوالي أشهد كابتن خطيب بالأداء المتميز والروح العالي للعبين فضلا عن الانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات تليق بالأهل وجماهيره الكبيرة وأشار كابتن خطيب إلى أن الفوز بكاس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي خاصة أن الفريق سوف يخود منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع جدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية في النادي من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقرية